موسيقى موسيقى كل عناصر نجاح موجودة داخل مملكة العربية السعودية الإرادة السياسية القوية الرغبة والإرادة الشعبية القوية لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي واليوم لدينا شعب مختنئ نعمل معه بشكل قوي للوصول بمملكة العربية السعودية ومشاريعها وبارمجها إلى أفاق جديدة في العالم هؤلاء 70% لديهم شغف وطموح كبير جدا ولديهم الحرص والدقة واحترافية والذكاء العالي جدا لتحقيق المستحيل وشوف يخلقون بلد آخر مختلف تماما سبب وعبصمتهم في العالم أنا واحد من 20 مليون نسبة أنا لا شيء بدونه في فعالية شبابية تعد الأكبر في الشرق الأوسط أضاءت سماء العاصمة الرياضة منتدى ميسك العالمي 2017 في دورته الثانية والذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ميسك الخيرية تحت شعار مواجهة تحدي التغيير موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله centersSave Ladies and gentlemen, your excellencies, distinguished guests, and friends welcome to the second annual gathering of the Misq Global Forum we are here to address the question of our time how to meet the challenge of change what we know is that we are all on a journey على طريق يجب أن نتجل. إذا نرى الدواء في المدينة أو لا, هذا مدينة. لا نوجد الكثير من الطريق. إذا لم نحن 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 نفتر. إذا لم نحن 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 نحن. لكن ما ماهو مهمة هو كيف نرى هذا المرحل ومعارضنا. إنه كم مرحل أو مستوى؟ the answer to that question is what is key to how we will manage or not so what change are we talking about it's obviously multi-dimensional we all hear about the different technological advancements and other changes around us so it's complex and maybe hard to define but it's definitely clear that ما كان جيداً لنا في الماضي في المنزل، المنزل، و الناس ليس لذلك مستقبل ولكن ما كان مهم جيداً هو أن ترى كيف ينظر الناس على هذا الطريق لذلك ما فعلنا فعلنا مجموعة مجردية لنظر إلى المنزل إلى المنزل ونرى وأنا سأشارك معكم بعض الأشياء ما نجد فلنظر أحد تحديد أحد تحديد أحد نعم نعم الإنسانية في التحديد في التحديد في حياتي يتحرك في المنزل بعض الأشياء يرى أخرى أخرى ولكن ما يفهم هو ما يرى ما نظرنا ما نظرنا هو أن مجموعة نظرهم في نوعية نظرهم 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 ومثل ومثل أخرى تحديد أخرى تحديد أخرى تحديد أخرى تحديد أخرى تحديد أخرى تحديد أخرى عليهم وتمونا بشراء نتنزل الناس وهذا ما وجدت شروع نهوت في أسرح الأنقل هنا وانجملك قد يطلب هذه الموضوع هذا المهم جداً جداً إنه يجعلنا السلطة للإستمع المعرفة ويجعلنا يجعلنا أن يجعلنا سنجتمع الوصول وهي أسرح أكثر من العالم من العالم المنزل المنزل إليها وفي بعض أجلس المنطقة من أنزل المقبلة في الوصف لذلك. وليس أظن لا نقل أدفع أساسي أهلاً نقل أساسيه لا يطلب أساسيه للمساعدة يحتاجه أو لا نقل أساسي وهم أن نطلب أصلاعاً ما يجب أن نأجينا الثاني إنه إذن أن كل شخص يجب أن يحبب في جميع ويقل عالمنا نحن 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 أسرع ، كنت نحن نحن أمام الله نحن يجب أن يجب أن نعمق بالمضافة والحياة ونحن نحن ذلك أقوم بإحبارت البنت وأنا هذا حيث إذا كنا نحن 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 نقوم بإطارة الإنسانة والمعيج والمشارة فإنقراض للحياة الخاص بمست созд быть مزدفة مجرد الفيديو في الوصول الأنين. المثالات تشكرك في الوصول الأنين في أنه تشكرك أن أرام حقاً بسبب أن أكثر حقاً مجرد أن يؤدي أن يكونون بشكل مخلوق في الوصول الأنين ويقومون بإمكانهم مجرد أن يكونون مفرور أكثر محقاً عن مفرورة. هناك الكثير من المشيطة devices that are coming from innovative companies innovative foundations. They are curious, thoughtful, motivated and engaged in all the changes happening in the world around them. But that same research suggests that way too many people are at risk of being left behind. مر قليلاً بالقرب من المسك بواد المسكوانات للمشاهدة حول العلاج الأنظر الصديق من أي عطاية زرورات العملية أو بسبب خلال العلاج يجب على حال العملية لمسك العامل المسكوانات هذه المسكوانات من هذا كما أنامًا بخصوص الآن لا تزوج المبادر لين نصنع المسكوانات تلك الممتار للحظة��ات لا تستطيع خلال النعمة ونستطيع خلال النعمة نجد دولة في العالم مختلفة. أن نحتاج مجموعة صعب الاجتماعين الذين يحملون، وخصوص من المُبزء الموجودة. لم تكن مجموعة المناسبة أكثر من العالمين. كانتنا سيصلك لتلقاء aquell ممكن مجتماعينومين الذين يستمعون من عدد المستعود في السميسي التي يجب المقاطعون من خطوص المنجانب المتابعات التي يعتقد أن تكون مفاقًا أسفارة. أسفر أن تكون مفاقًا لديك مفاقًا جديد من مفاقًا أن تنسلح بشكل مفاقًا بشكل مفاقًا. المنظمة الثانية ، هي تتبعي بأسفارة مفاقًا لفعل المنظمة الثانية تدريد هذا الفيديو الأعلى. ثم تدريد بأننا نجمع مفاقًا يمكننا أن تشعلك المهمة التي ستجعلك بمعفيرة في مجتمع الطفع في حلوات التأكد م pokemon عملية العالم. هذا الأعلى المرة العملية المسجنة تتجعلك للتخطيصية تسجق أقوم بإمكانك الدكتالة ومن يقدم التعودية مع المتدينة الزواجية المتصوية وهذا ما يقولون لحالك في السابق مكتب المنزل يجعل في 30 متى اليوم بالنسبة لي سلع في الوضع من الأشياء التي تجعلها المنزل من نسياره للقناة and demonstrate its viability. And for some of those proposals that show great promise, we'll provide additional funding. You'll hear more about this initiative a little bit later from Hassan Damulji during his session later in the conference. I'm excited about this initiative because I love challenging young people to solve very tough problems and to pursue their dreams. I know that's an aspiration I share with the Crown Prince. We both value ambition, boldness, and taking risks on ideas with the potential to be truly transformative. We're counting on all of you here and young people around the world to provide the ingenuity that's required to make the world a better place for everyone. Thank you. فعلاً شبابنا هم من سوف يصنع المستحيل وسوف يواجه تحدّد التغيير. شبابنا هم من سوف يطلعوا لآفاق جديدة ويمضوا مدن قدماً في بلدنا ووطننا. أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، ضيوفنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعين في المئة من وطننا شباب. واليوم لو نشوف حوالينا في الغرفة معظم الموجودين شباب وأنا شاب. فاستأذنكم أن اليوم يكون الحوار من شاب إلى شباب. لو اليوم نسمع لبابسين كاليج ولمنتدى الاقتصاد العالمي سنجد أن الأسواق والوظائف الجديدة والحالية عرض للتغيير. الثابت اليوم هو التغيير. The only constant in life is change. والتاريخ خير من سوف نتنبأ به عن المستقبل. History is a great predictor of the future. هي فرصة لنا لأن نشاهد جميع الثورات الصناعية الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة وكيف كانت القيادة لمن واجهة تحدي التغيير. في الثورة الصناعية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية كان 40% من القوة العابلة في أمريكا في قطاع الزراعة. اليوم يمثل 2%. ولكن ما زالت القوة الاقتصادية للقطاع الزراعي هي الأساس. اليوم لو ننتقل إلى الثورة الصناعية الثالثة وهو حوار عن الثورة الصناعية الإلكتروميكانيكل ويف في الثورة الإلكتروميكانيكل كانت الصناعة والمنفاكتشرينج تمثل 25% من الوظائف اليوم تمثل 15% جزء كبير من هذه الوظائف تحولت إلى صناعات جديدة ولكن عندي لكم اليوم خبر جميل الخبر الجميل أن في الثورة الصناعية الرابعة في ثورة التحول الرقمي تغيرت مفاهيم التنافسية تغيرت مفاهيم التنافسية من التحول من التركيز على الأصول وعلى الإرث إلى التركيز على الريادة والمعرفة والابتكار فاليوم لدينا فرصة جميلة في وطننا الحبيب بعمل قفزات نوعية لو ننظر اليوم للدراسات المعيارية معظم الدول للخمس الأولى في مؤشرات الابتكار والحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية جميعها الدول عملت قفزات أيضاً في التنافسية وفي خلق الوظائف وفي نمو الناتج المحلي اليوم هي فرصتنا وبإذن الله بشبابنا سوف نعانق عنان السماء اليوم ما هو دورنا دورنا بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد أن نوفر لكم ثلاثة أمور نوفر لكم البيئة البنية التحتية نوفر لكم البيئة ونوفر لكم الثقافة دوركم هو أن تنتهزوا هذه الفرصة وتغتنموها لأن اليوم الثابت هو التغيير والتغيير في وطيرة متسارعة ولدينا فرصة ذهبية بأن نكون في مصاف الدول المتقدمة شهد منتدى ميسك توقيع مؤسسات ميسك الخيرية والمؤسسات التابعة لها عددا من الاتفاقيات مع شركاء عالميين رائدين وقد نصت على مجموعة من المبادرات الرامية إلى توفير التدريب والخبرات وفرص العمل للشباب في المملكة العربية السعودية كما تم إعلان رخصة رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأجانب في المملكة لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الأجنبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للبحث في سبل مواجهة تحدي التغيير وتجربتها واكتساب الخبرات من خلالها تحدثت الملكة رانيا العبدالله في كلمتها الافتتاحية عن أهمية ترافق التطور التكنولوجية مع معالجة قضايا الفقر والجوع كي يكون العالم مكانا للجميع كما أتساءل هل نحن جاهزون لتوظيف مكاسب الثورات العلمية والصناعية التي يشهدها العالم؟ كيف سنتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة التي تضرب بكثير من الصناعات التقليدية؟ ولدينا اليوم من أعلى النسب البطالة في العالم كيف سنواكب التغييرات في أنماط التعليم؟ ونرتقي به في مدارسنا إن كان 13 مليون طفل عربي محرومين من المدارس أصلاً وأغلبية الباقي يطلقون تعليماً عفى عليه الزمن أعتقد أن علينا أن نعيد النظرة في دوافعنا لإقتناء التكنولوجيا فليست الأولوية صباق القلة إلى القمة بامتلاك آخر صيحاتها بل تكنولوجيا تمد يديها لترفع مجتمعاتنا بأكملها ما نحن بحاشة إليه هو التكنولوجيا لها قلب وقلبها علينا تكنولوجيا لا تقاس سعاتها وسرعتها بالبيت والبيت بل بقدرتها على ردم الفجوات التي تقف بيننا وبين تحقيق ذاتنا كشعوب فجوة الأمان، فجوة التعليم، وفجوة الأمل الحضور الكرام ثلث الشعب العربي متأثر بشكل مباشر بالنزاعات وملايين العرب لفظتهم أحضان أوطانهم فهربوا بحياتهم وأحلامهم ولا يقتصر الشعور بالخوف على بلدان النزاعات لأن الأمان ليس السلم من الحرب فحسب بل هو السلم من الخوف وهو الثقة في المستقبل كم من عربي ينام ويصحو متمنياً أن تنسح له فرصة خارج وطنه كم من عربي يعيش في وطنه ويحلم بوطن آخر وطن يحتضن أحلام أولاده ويستثمر في عقولهم كم من طفل يحلم بمدارس نوعية كم من شاب أو شابة يحلم بتحقيق ذاته أن يتعلم ويعمل وربما أن يسمع رأيه وتكون له إضافة كالنخبة التي أمامي الآن كيف سنتبادل الخبرات ونحن غير قادرين على حوار بعضنا وتقبل اختلافنا وبتنا فئات ومذاهب وأديان وأطياف وهناك دائماً آخر نحاربه أو نتعال عليه أو نهاجب اختلافه عنا إن كان الاختلاف أول ما نراه سيبقى الأمان آخر من ننعم به أما الأمل فخلال العشرين سنة الماضية زرت الكثير من الدول وجلست مع الأغنى مادة ومع الأحوج لها مع أقوى البشر وأكثرهم نفوذاً وأضعف خلق الله وأقلهم حيلة كلهم وكلنا في المحصلة وفي عمق تكويننا البشري نسعى لأن تكون لحياتنا قيمة قيمة نشعرها نحن وقيمة لحياتنا عند الآخرين الحضور الكرام لنتبنى من التقنية ما يزيد من قيمتنا الإنسانية ويبقى الأمل حياً في نفوث شبابنا لأن شبابنا العربي مفخرة فكثيرة هي الأمثلة التي ألتقيها لشباب لمعوا بابتكاراتهم وبرزوا في مجالات علمية وأدبية وقد أتوا من أقصى الظروف فلنفتح لهم الآفاقة ونوفر لهم الفرصة ليحقق ذاتهم وطموحاتنا لهم لنشعرهم بأن المستقبل ملكهم ونؤمن لأنفسنا ولأبنائنا أرضاً خصبة نغرس فيها أحلامنا فتثمر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى ميسك العالمية الذي نقشت النظرة المستقبلية رؤية السعودية عشرين ثلاثين بأعين الشباب قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إن رؤية السعودية عشرين ثلاثين هي جواز السفر للمزيد من الفرص المشرقة وستفتح الأبواب نحو التطور وخلق المزيد من الفرص للشباب ثلاثينه أريد أن نهتبه بخصوص وقفه بحقًا وقفه بخصوص وقفه بخصوص وقفه بخصوص للمتابعة من الجديدة أنه من العملية تتحدث عن ما تفعله ولكن أعبطه تتحدث عن ما تفعله على ما تفعله في هذه المكان هذا سيكون مهتموظون لأنه يكون لدينا حقًا إنه حقًا عن التجاريليام ليس للمتابعة ليس للمقابعة إنه مجموعة مجموعة. لكنني أعتقد أنه لنسبة لفورم ومجموعة المجموعة، ليس فقط في سعودية العربية، ولكنني أريد أن أقول لنسبة لنسبة الناس، المنزل من المجموعة 2030 هي تحديد المساعدة للإعادة. الكثير من المشاهد من وقت أولي أولي ترجمة في المستدرات أطلاف الصغيرة في عدد أولي اصبحت في عدد أولي ورحمة الصغيرة في عام الأولي أصل في عام الأولي أن أذهب في القادمة إلى الأولي عندما أردتني رسالة لأولي ومع تبعتي بالنسبة لكي أسمع مختلفنا ومن المنطقة وفكرية وفكرية يعتقد أننا الدرس في اليوم يتركوها وقد قد رأينا مع بسطولة في قديم وقد رأينا في فزيق الفيسي ولكن الفيسي يتغير في مختلف طرح مختلفة تقنية مواجهة النوم ومواجهات أخرى التي تتحدث عنكم من أكثر عاملاتنا وأن أعتقد أنه فيه 2030 سيأتجد أن تجعل أجل المطاقات للفترة التي لا نستطيع أن نقوم بها سنعرف مرة أخرى. واحدة من المعرفة هي أنه سيكون مثل المتحدث عن الأراضي من حيث سيكون لتجعل أكثر من المعرفة للحصول للحصول الذين يتعرضون، للحصول الذين يتعرضون، للحصول الذين يتعرضون إنه جميع مجتمعها مع بيئة سخة الجميع واوالا في سانة تقوير بين قبل في ذلك أن هناك شخص بمغلقة تقوير في حرة إلى الشيئ بمغلقة تقوير في المغالب ومن هناك شخص بمغلقة تقوير في الرجال الإدعاء والإنهار والتقدم هم كلario التاريخ للمغربين لإذن الطاقة المنزلين يكون مقبولاً ومسلماً المنزلين 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 كما نعرفناه من المنزلين هو ربما ربما ربيعيه وقد أعتقد أنه كان يتجلعنا في الأنهاء لتنظر هذا المنزلين في دامتين أكبر لأنه لم يرى أنه في عينيات الإنسانية أو التحليم من العربة أو التنفيذ الإجراء أو التعبير للجولية أو التعبير في الوحيدة عن المعارضة. كان يرى الأولى في طرف المرأة وفي نظرات الفترة من الوصول إلى الوصول إلى السعودية من الإجراء التي تفهمها بكثيرا. أتركينا هنا ولكن أريد أن تفعل ذلك بإذنك في المنطقة للسعودية إلى المستوى إلى تحتاجات التعبين من مطلئ من أي شيء أشكل إما في البيانات نبدأ بالجأة مع المرية التي تتعب بالفعل ذلك مع ما صديقه التحديد في الأطبع من المرات الأولى وخصوصة الأطبع المرات الأطبع هي أن تكون مرات الأطبع ولكن أساساً ما تستخدم المرات الأطبع وأن أعتقد أن تكون المرات الأطبع فيها ومن المرات الأطبع هنا تشاركاً لأننا نتحدث من تحديد التحديد من تحديد تحديد 접وجات ونا نتحدث محاون ، عندما تسحديد قد تحديد 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 في شديد تحديد 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 السفن وأعتقد أن تشاهد هذه الفرديات التي أتحدث معها هو وعندما تبعد تحديد التي هذه المتغربات بين المنطقة المؤلفة كانت فقط في وقرید في بقية اعطائق و قد�리ة ومعرفك ما هي الأفضل هنا ومعنى أن نعم تعمل جميلنانا في مدينة على سيئة لتحضر أمامنا هذه هي العظام المعريبة إذن كنت سوف تحاولون شيئا أن أتاعتم أن تحضر دوما أجهزة سوف أقول أن أجهزة لا أطفل فقط لأجهزة باقرأة فقط للأسفال أتبعون إلى أين سيئا سوف نعمن في مرحباً في مرحباً في مرحباً في مرحباً في مرحباً في مرحباً excellent but you can also enjoy and where you are living with nature in nature and in nature that's not destroyed by by in the industrial age you know so that's one big thing that's why we call live abilities at the core of niagon the second thing however is we all have to make a living so we also want to make a living and we want to have great economic prospects so to bring these two things together is what we are trying to do in here now we got given an environment that truly أعني أقولينه رأيتها هم ت 열렸ني أعني 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 بصرف 26.500 دوه أبداً تحديث أرباحًا في المدينة. إذا كانت تحديث أرباحًا بسرعة خاصة. بالضبط للغاية أضحى الجميل أحيانة جميعاً في المتابعة. سنرنة تحديث أرباحًا في المدينة. ماذا تتفيد من هذا؟ أنه يمكنك تشياء مددئة مدى مكان يكون مددئًا تحتاج إلى مدينة مدينة تحديث المدينة هذه هي الأشياء التي سنطلقنا هنا وأيضا سيكون بشكل مختلفة أولاً أريد أن أقول أنني أتمنى أنني لعباً لطيف لأنني أكون هناك كممتدرين في المنزل من المنزل من المنزل من المنزل ومعيشة ومعيشة إنه من المعنى لأنني أستطيع تكون لدية وإنه أجل الإنسانية أنت بالفعل ص Folks لتقومة في التالي لأن هذه المنطقة ترجمة في الشركة تريد أمام كيشتري محمد الأسطار هم لا يؤمن أكثر ببالبالي لأننا كثير من للجميع وأنهم هذا يكفي والجوم ليس مملكة مملكة الإمكانية والماعجات المرادة والذي فعلنا نخدم نفس الشيطان أن ترغب في المنطقة إنه بيعد بسيئ أو شركات البرجاة وكيف صلح يوضح أن نأتي بأجل هذا فعليا محتاج ورد المبادة لنفس الشيطان ويفعل هذا المشكل وأ وأيضاً لدينا لدينا جميع القبيل على المقابل، لتواجهاتي التي حالياً من العدوان وإمعنا هذا كل شيء يجعل هذا لذلك أتمنى أننا سنقوم بإمكانك الوصول وأننا سنستطيع أن نجد مجموعة من المواضيع ذات الأهمية ومنها كيفية تأثير الذكاء الصناعية على مجالات العمل في المستقبل وكيفية تمكين الشباب من تطوير وتنفيذ أفكار جديدة لمشاريع مبتكرة وسبل تشجيع حماية البيئة وتحفيز التعليم مدى الحياة وتمكين المرأة والوسائل الجديدة للإسهام في المجتمع إضافة إلى نظرة وافية إلى صناعة الفضاء النامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المنتدى والذي حاز على مشاركة أكثر من خمسة ألاف مشارك ومائة وعشرة متحدثين من خمسة وسبعين دولة حول العالم في سبعين محاضرة وورشة عمل الهدفة إلى تمكين الشباب ودعمهم تابع المشاركون في مقر المنتدى كلمات رئيسية ألقاها نخبة من المبتكرين العالميين البارزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يتخطوا هذه مراحل التغيير اثنين أنهما يأخذون معهم إلى مستقبل أفضل خلال الثلاثين سنة القادمة والرؤية ليس رؤية أكبر وأشمل من وطن واحد أو من شاب أو شابة هو توجه عالمي نصف عدد سكان العالم هم من الشباب أكثر من نصف عدد سكان المملكة العربية السعودية من الشباب والشابات فمن المنطقي جدا أن يكون تركيزنا ويكون كل همنا وهدفنا هو تمكين الشباب والشابات في العالم لأنهم طاقة مستقبلة يهدف المنتدى لاكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودية كي يصبحوا مجاركين نشطين في اقتصاد المعرفة أميرا أل تاويل أميرا أل تاويل يظهر أن يكون واحدة من الأشخاص المعرفة في السعودية يملكون مجاركين نشطين باستخدام سادي أرابيا وفي أميرا أل تاويل السؤال الحقيقي ما هي قيمة الإنسان؟ كيف نستطيع أن نقيص قيمة الإنسان؟ في وقت من الأوقات أيام ما كان عندنا الازدهار في العصر الإسلامي كعرب كنا نقيص قيمهم بعلمهم بثقافتهم بأثرهم ما كنا نقيصهم بعدد المتابعين والشهرة ما كنا نقيصهم بثروتهم وإذا طلعوا على مجلة فوربس ولا لا كنا نقيص الناس بشيء أعمق من كذا ولي عهدنا محمد بن سلمان لما جاي يتكلم عن الرؤية قبل لا يتكلم عن أهمية موقعنا الجغرافي وقبل لا يتكلم عن الاقتصاد بدأ بشيء واحد وقال ثروتنا الوطنية هي الشعب السعودي بدأ يتكلم أننا إحنا كأفراد الثروة الحقيقية لهذا البلد سمو الأمير قال كل عناصر النجاح موجودة لدى الشعب السعودي لخلق شيء عظيم وجديد لدينا الكثير من المبادئ والركائز وأهم عنصر هو رغبة وإرادة الشعب السعودي المبادئ والركائز لكن لما نجي إحنا نناقش رؤية عشرين ثلاثين في مجالسنا مش نتكلم عنه نتكلم عن الأسعار الاقتصاد الوظائف ما نتكلم عن بند مرة مهم اللي هو نمط الحياة موجود في الرؤية كيف حتكون حياتنا عشرين ثلاثين ما نتكلم عن ركائز المجتمع اللي موجودة في الرؤية إيش حتكون قيمنا في عشرين وثلاثين هذه الأمور أهم بكثير وهي اللي تقود كل شيء ثاني هي اللي تقود الاقتصاد هي اللي تدفعنا للأمان في قيمة موجودة عندنا إحنا كشباب جميلة جدا اللي هي الحلم نحب نحلم أنا أستطيع أن أغير العالم قيمة موجودة في جيلنا مو موجودة في أي جيل سابق لكن القيمة هذه لما ما تكون معاها قيم أخرى زي الإصرار الصبر التفاؤل أول جدار بتواجهة بتوقف وإيش حيطلع لك لما إحنا نجي ويكون عندنا حلم كبير ونتحطم تحطم كبير حنوقف لأن ما عندنا قيم داخلية أكبر وأعمق لأنه فيه فراغ داخلي يجي لما تسأل أحد يقولك سهلت كلام بالنسبة لك أنا ما عندي واسطة أنا ما عندي رأس مال أنا أهلي رفضين شغلي وتكثر الأعذار وقد تكون صحيحة لكن غيرك عند نفس المشكلة أو يمكن مشاكل أكبر غيرك بدأ من ديون واستمر إيش اللي خلاهم يستمرون هل هو الإسم أو الشهرة أو الثروة أو الواسطة أو مساعدة أحد أم هو شيء أعمق من كده خلينا نشوف قبل ما نتكلم عن الشغف إيش الشغف بالنسبة لك أبغى أثبت لهم أنه بكل صراحة في مشروعنا إحنا أني أملي في الإنسانية كبير كيف الأسرار يكون عند الشخص؟ الأسرار هذا يجي من مزيج ما بين الخوف الشديد والإيمان القوي بإني أقدر أمكن الشباب هؤلاء اللي يبغون يغيرون الخوف من إيش؟ الخوف؟ الخوف من إني أفشل خوفي من الفشل يجعلني أصر بشكل جدا كبير على إني أنا أقدر أثبت إيماني بالشباب ما كان من فراغ مو بالضرورة يكون رأي أي إنسان صحيح خاصة لما يكون الرأي فيك حلمي أنه يوصل اليوم اللي نشوف فيه كيف يأخذ حقوقه زي وزي غيره بالضبط عندي إصبار دكاتر كتبوا أنه ما في فائدة حتى يبدو علاج بس هنا لا أنا ما شاء الله تبارك الله كان إيمانها قوي فتقول لا أنا أخذ الإلاج إليه آخر قطرة حكي ماوي ممكن هذا الآخر قطرة هنشفاه طبعا أنا أؤمن هنا في مرحلة مراحل حياتك توصل فيه مهما وصلت من الآن قيمك يلي تأثر على قراراتك لا خبرتك إدارية ولا خبرتك العقلية ولا خبرتك أي شيء كتقيه هي اللي راح تبنيك وهي اللي راح تضل معك قيمة هو مبادرة نعلن عنها اليوم في مؤتمر مسك العالمي برنامج إن شاء الله بيكون متكامل بحيث نسلط الضوء على أمثلة قادة رائعة سعودين وسعوديات مولي أنهم مشاهير مولي أنهم صنع ثروة لأن عندهم قيم هي اللي فعلا نبغاها تكون مقياس لنا قال الله تعالى في كتابه عن رسوله وأنك لعلى خلق عظيم وصف الرسول بقيمة رائعة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أي شيء في الدنيا كنا نتعلم منا كأب كزوج كصديق كقائد كنا نتعلم منا قيم كثيرة والآن أتمنى في زمننا هذا أن نتعلم من هذول الأشخاص قيم أجمل وأتمنى في ظل النمو المتسارع اللي إحنا قاعدين نعيش فيه والإنفتاح للعالم نوقف خمس دقائق ونسأل نفسنا أنا ليش أتابع هالناس هم ليش قدوتي؟ أيش قيمهم؟ وإيش قيمي؟ شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوركشوب هتكون عن رواية القصص عن طريق تويتر هاي موجهة مستهدفة لطلاب الإعلام أو الإعلاميين بشكل عام هنحكي عن أدوات المتوفرة لهم عن طريق تويتر لسرد قصص أو لاستكشاف المعلومات استكشاف الأخبار ونشر الأخبار عن طريق هاي المنصة اللي بتكون هي منصة أساسية لأي حدا أي حدا بمجال الإعلام سواء صحفي أو طالب إعلام أو ريبورتر ليقدر يعرف الأخبار يتحقق من صحة الأخبار وأيضا يروي الأخبار والقصص بالطرق والفورمات اللي هي المستهلك اليوم أو المستخدم اليوم بتوقع أنه يلاقي المعلومات فيها نحن ما نعتبر حالنا منافسين لشباكات أو شركات الإعلام بالعكس نحن نشتغل معهم كومبلمنتري يعني نحن دورنا ودوري بالتحديد أنا بتويتر وفريق العمل هو العمل مع شركات الإعلام لساعدتهم بنشر محتوىهم القيم وأيضا ساعدتهم على تحقيق العوائد المادية عن طريق المنصة بقى موضوع الأخبار أو الشائعات مثل ما حكيت هي بتكون كبيرة على المصادر الإعلام الموسقة تكون هي سباقة لتصحيح الأخبار وأيضا نحن نتعاون معه نحن لدينا طرق كثيرة تخيل العالم تتحقق من مصادر الأخبار مثل المومنت مثلا الأحسابات الموسقة من المصادر الإعلامية المرموقة المصادر الإعلامية المسدقة نشتغل معها لنحاول نظهر محتواها بشكل أوضح بشكل أكبر لنساعد العالم من التحقق من الأخبار حظي المشاركون بفرصة المشاركة في وراش عمل من أجل اكتساب مهارات جديدة في مسائل أساسية تتعلق بتطوير قدراتهم وذلك بإشراف أكاديميين يحاضرون في مؤسسات من طراز معهد ماستوشيتس للتقنية MIT وخبراء في الإدارة من شركات عدة بينها تويتر موسيقى 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 و يمكنك فقط استخدام هذه التقنية لتفعل شيئا مثل تعمل مع شخص عن طريق المنزل على مقابل أو تفعل ميديوكومفرن أو تفعل محينة تنسلللل في الواقع تنسلللل تفعل تنسلللل تنسلللل ويجب أن تفعله في المستخدمات ويجب أن تفعله بشكل تنسللل 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 تكون فيها منذ 103 نكتبات بلغتها يمكنك مزيدة وقت مزيدة المزيدة لديك المزيدة إليك أكثر يمكنك يمكنك مع شرقاتgie ما نجمع الشرق التي توجود عن تنكتبات بلغتها المزيدة يمكنك المعلق بلغتها وتفعلها في الجنة إنه هو في مزيدة مزيدة إنه هو في المقارب إنه هو فيه في تنامج ويأتي أضل أنه مرحلة لتعديل للتعديم مدرسة بالتعديم نجاتيك من ستارت أسير سا ولدي ستارت أسير تارت أسير ونجد الأسير هو ستارت أحد الأخير يبدو ستارتون بجميع ونحن يكون حولة كمها one not having to buy one single machine, one single disk drive you know and never having to worry about how to grow their support of the millions and millions of people they support because it happens magically through the cloud so that any entrepreneur with a good idea can be in the cloud for very little money إذا كان لديهم جميلة إدارة ويساعدتها مثل بعض الأشياء في بعض الأشياء هنا لا يجب أن تتكلم عن ذلك يمكن أن تتكلم عن ما يفعله على المستخدمين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر